محمد عادل من الوجوه الجميلة والفنانين اللي نجحت الحقيقة في أكتر من عمل ونجحوا في عدد من الأعمال لحد ما بقى فعلا عنده نجومية كده كفنان شاب مميزة وده دور الدراما هي فكرة كمان إنك في كل عمل في رمضان تبدأ تصعد النجوم اللي هي رحلة تصعيد نجم جديد طول الوقت محمد عادل حقيقة محظوظ لأنه بدايته كمان كانت في رمضان وحقق حاجات كتير لكن السنة دي تحديدا هو بيلعب دور شاب وطني بدأ إزاي بدأ غير مقتنع لحد ما بقى مع الدولة تماما وعايز يقدم روحه قبل كل حاجة في العائدون قصة كبيرة جدا أنا ما صدقت إنه محمد عادل جيه لأنه في حلقة مبارح المفروض إنه داعش مسكتو فأنا طمنت عليه ابننا برضو مداخل علي في الستوديو اتطمنت كده إنه سيف ما يحطش إيده عليه أفدا الفنان محمد عادل الشهير بميده مساء الخير يا محمد مساء النور يا سيزة مبسوط جدا أنا مع حضرتك بجد أنت منورنا وأنا كده طمنت عليك آه الحمد لله أنا بخير يعني بعد ما سيف حطت إيده عليك وقلت بس نروح نجيب ابننا كلمني عن العائدون العائدون مسلسل اجتماعي سياسي إنساني معمول في وقت مهم جدا من وجهة نظري لطيف إن إحنا نجيب أحداث من المخابرات العامة ونقدر ننقل بطولات إنسانية حقيقية للجيل الموجود لأن الجيل ده محتاج شوية تعرف تهز وجدانه بشكل حقيقي مش بشكل مزيف فإن ده يحصل عن طريق الدراما فدي أفضل حاجة وده اللي طوله ومنت ربنا عليه فقدناه شوية فلكن مبسوطين إن ده رجع تاني ومبسوط كمان إن ده رجع عن طريق شخصية زي علاء شخصية زي ما حدك قلت في الأول بدأ معارض ثم أنت لما جالك علاء وقريت يعني قول لي انتباعك بجد لأ كنت خايف بشكل عام كنت خايف بس الحاجة الوحيدة لك تطمنوني جدا الكست بشكل عام قصح ما دادر جلال بالنسبة لي هو بعض أقول طول وقت قصح ما دادر جلال وقصح خير بشارة من العمويد اللي أنا طول وقت ليهم فضل علي وبيحبوهم جدا 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 وهم من أهم الناس المؤثرين على مستوى مهنة الفن خفت من الدور لإني شوية دايماً المخابراتي شوية يا إما بيصيب يا بيخيب للأسف عند الناس فدايماً دي حاجة بتبقى شوية تركة صعبة وانا كنت سيدي مقرر مش عمل غير عائدين لأنك كمان انت بتمثل يعني بتنقل للناس انتماء وحب وهوية وده أوقات الناس بتاخدوا يا عم فانبسطتش من إنه أنا شخصين شفت إنه تحرك جديد للدراما وإنه الدولة تفكر بإن أنا أجيب شاب معارض هاجر وراح يشتغل في محطة تانية وعنده فكر دي أفضل حاجة في الدور لوجهة نظر إن أنت ما خدتش البطل التقليدي إن أنت ما جبتش ولد من اللي هما طول الوقت مع أنت جبت واحد من اللي بيقول لأ لوجهة نظرك فجبته عرفت تخش القلبه وتقنعه وده اللي فرق دي اللامحة الإنسانية اللي هي فرقت علاء أبو عمر زي ما هو سمى نفسه بعد شوية عما سمى نفسه أبو عمر حباً في الزابط عمر في الزابط عمر ده اللي إحنا مفتقدين وإن أنت يبقى عندك قدوة في لحظات اللي هي فترة التحقيق دي كلها علاء صدق في عمر جداً ده اللي إحنا محتاجينه وعمر كمان بيرتبط بالناس اللي بيدربهم يعني الزابط عمر برضو ارتبط باللي قبله اللي هو كان محمد فراج وكان بيزعل عليه وارتبط به جداً يعني كل وقت كان لي مشهد حلو جداً لما راح الجامع عشان يطلب الصلاة عليه نفعل الصلاة عليه أنا شايف إن إحنا كجيل مفتقدين ده مفتقدين الإمام في الفن في الرياضة في كل حاجة لما تلاقي الشخص ده وتآمن به كل حاجة بتختلف خلينا كده نتخيل إن شخصية علاقة شخصية حقيقية وده وارد جداً وعندنا من الشخصيات دي حقيقية موجودة على أرض الواقع عجبني أنا في الحوار اللي كاتبه باهر دويدار اللحظة اللي بيتم فيها إقناعك محمد ممدوح في مشهد رائع جداً كان ضيف شرف أمينة خليل في مشهد رائع جداً الاتنين الحقيقة كانوا بيحوروا من شباب لشباب يعني بيحوروا شاب بيرجعوا للدفة اللي صح من غير ما يضغطوا عليه ومن غير ما يسفهوا أفكاره إنت متخيل لو ده حقيقي ممكن يعمل إيه في المجتمع؟ هتلاقينا طلعنا قدام بسرعة أوي أوي لسه مبرح فيه كان فيه عفو رئاسي عن مجموعة من الشباب فسبحان الله إحنا لسه بنكمل نفس النظرية لو تشوفي كم الفرح عند ناسك لأ عفو رئاسي وخليني أقول كمان أنا شخصياً ساعدت كمواطنة إنه سيد الرئيس قال من أسعد الحاجات اللي أنا عملتها هذا العفو الرئاسي للناس ديه في حد ذاتها وكأنها طبطبة كبيرة جداً 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 أنا لما خش الحد أنا ضده في وجه نظر وحسيت في عنيه إنه هو عنيه بتطبطب عليه أو بتطمني أنت شلت نص غضب عارف كان عجبني كمان فأدائك إيه لما كانوا بيحاولوا يقنعوك أنت برضو الشاب الطبيعي اللي هو عنيه زيغة شوية مقتنعة شوية مش مقتنعة ده دور المخرج بقى هنا لإني فعلياً هو كان بيقول على لسانه إنه هو مع البلد كل واحد بيحب البلد بس بطريقته في حد بيحب ويأذي من غير ما يقصد تمام؟ وده أكم من موجودين وفي حد متعمد المتعمد ده اللي هو وصل به الحال إنه هو تحول بقى شخص فاسد إرهابي أو غير إرهابي لكن في حد تاني ممكن يبقى من وجهة نظرك معارض بس معاك الفرق في اختلاف وجهات النظر اختلاف وجهات النظر دي محتاجة حد تاني يعرف يمد الإيد وده اللي حصل ده اللي حصل مع علاء لغاية الخط اللي احنا شايفينه حد ما علاء هو نفسه طلع الحلو لجواه بص كده معايا على المشاهد دي دي مشاهد داعش وإنت الحقيقة في العمل ده يعني إنت موجود في هذا المجتمع وإن كان تمثيل بلس هو حقيقة موجودة في العالم كنت خايف كلمني على المشاهد دي كنت خايف وإنت لما كنت بتترحل في الأوتوبيسات وإنت قاعد وسطيهم وإنت قلقنتوا للوقت كنت خايف جد؟ كنت خايف آه في بعض المشاهد خفت منها لأن في لحظة جيت قلت لهم وأنا بيتناقش أنا أمير كرارة في المشهد وهو من ضمن المكاسب الملكس بتاع السنة دي فعاليا أمير كرارة وأسهاني رمزي جدا فبقوله تخيل واحد لما بيعزل من شقة لشقة بيتعب وبيتدايق تخيل واحد سبح حياته كلها وراح في حياة تانية كلها خطر وهو طول وقت موصلي إن أنا ما يبنش علي فكان طول وقت إحساسي الداخلي هو اللي عمال يشتغل ففي لحظة خفت أنا في لحظة من الحظات دي في مشاهد مشاهد الفلاشة أو أنت بتركب الفلاشة؟ لأ لما خدوا مني الفلاشة لو اكتشفوا أنه هو مع سلامة طبعا مات أكام بقى الله أعلم من شبابنا اللي راحوا أنت مش عارفة وبطولات مش شرط أن يعرف عنها حاجة صح في غلطة بسيطة واحد حياته كلها وديها من غير ما نعلق له لواء ونعد سقف من غير ما يعرف حاجة في المشاهد دي كمان يمكن النجاح أيضا للشخصيات العربية اللي لعبة أدوار داعش طبعا طبعا يمكن ده اللي خوفك لأن هما برضو أنت عملتش معاهم ما صدقت إن هما من داعش طيب أنا عايزة برضو أرجع تاني وأسألك يعني اللخبطة والإطراب اللي كان عنده علاء وبين في عينيه هو موجود عند شباب كتير مفيش شباب بقى نقشوك في العمل وهو شغال كده لا يمكن ده ما تمش بشكل مباشر بس يمكن أنا واحد من الناس اللي كنت إيه طول وقت زمان عندي وجهات نظر سياسية فطول وقت أنا شايف إن إحنا مشكلتنا في حاجة إن إحنا ما بنعرفش نعبر عن وجهة نظرنا الاندفاع دايما وأنا شايف الاندفاع مضر تمام؟ إن أنت يجي لك حد بيقولك دي أكتر حاجة عجبتني في المسلسل إن يجي لك يد كبرى تطبطب عليك وتعرف تستغل طاقتك وإيمانك وحبك وتستغله صح؟ ده اللي إحنا محتاجينه فبتالي ده لناس كتير حوالي ببساطهم عشان كان فيه ناس كتير الغد وقت تعيها فما تلاقي إن أنت عارفت مفتاحهم بس يبقى معاك مفتاح الشخصية يعني ده اللي عملته أمينة خليل هي دخلت لك من الحالة الإنسانية من ناحية الإنسانية طبعا 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 وده اللي بعد شوية حتى وهم بيلعبوه أما عاده فترة أجنده كده تجنيد وهمي لحظات اللي ياري فيها الألم والكاميرات والحاجات دي فهو يعني كان متوتر بزيادة ولما راح مخدش الموضوع على صدره لأنه هو آمن بيه يعني مخدش الموضوع أنه نزع كده شبابية وأم تدايق وماشي لا هو آمن فيهم وعرف إن ده كان طبيعي إن ده يحصل عشان يتحطي حتس لو كان فيه مشاهد حلوة لما عملو لك تجربة وركبوك عربية وذين فتحت لقيت أمير قراره قدامك يعني دي كمان بتخلي المشاهد كمان متحد معاك يعني في اللحظة دي أنت بطل المشاهد بيبقى أوراك بيبقى معاك بيشوف بعنيك وفي حاجة أنت مسلسل بيتكلم عن شكل مخابراتي أنت ما شفتش فيه عنف كتير ودي حاجة تحسب أن أنت ما شفتش مشاهد دم وقتل ودبح كتير علشان ده ملف دولة يعني هنا برضو ملف دولة إزاي بتتعامل مع يعني معاهم في كل مكان يعني كان طول وقت فيه برضو فكرة أن أنت ممكن عدوي بس أنا بحربك بالسلاح أنا مش عايز منك غير أنك تبعد عني ولكن يعني والنعومة والنعومة أنا أعظي في التناول الفني على مستوى الكتابة وعلى مستوى الإخراج وعلى مستوى الصورة أن أنت لوقت مش مشاهد ينفر منها المشاهد بالعكس مشاهد عرفة تدخلك في الحدث أكتر مع إقاع مناسم جدا أما تقصرش في نفسية طبعا كلمني عن هاني رامزي لأنه في بداية الحلقات برضو كان عندك تعاون هاني رامزي كان من الناس اللي بتحاول برضو تجندك يعني دي المرحلة الأولى هتكلم عنه بس لأقول إنسانيا شرف كبير لي لأنه هو من أجمل ناس حتى بعد أقول له حضرتك تلوقتي تديني أمل أنا بقول له أنا حتى كممثل عندي مشكلة في الجيل الكبير شوية برضو الواحد بيدور على إمام يمشي وراك آه بتبقى محتاج ده آه أما تلاقي حد بيحب المهنة للدرجات دي وحد لسه عنده القواعد والتقاليد القديمة مع تطور العصر فكان شيء جميل جدا وبني قدم في قمة الاحترام زي دونه جاي بيعمل دور براه خالص فدي حاجة تحسب له جدا وعمد إضافة كبيرة للمسلسل جدا إن أنت تشوف هاني رامزي في دور مش كوميدي طبعا في إن جدا 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 فطلع على المشخصات اللي جواه بشكل حلو قوي لا وهنا هاني رامزي وكأنه بيلعب دوره الوطني كمان في الحياة اللي هو أنا كمان عندي وطنية أحب أكلها لي حياة هنا برضو أريد أن أسألك على حاجة دايما نقول كلام كبير بس على أرض الواقع نبقى عايزين نعرف حقيقي وصل هنا اللي هي فكرة تشكيل الوعي عند الناس للناس يبقى عندها قدر كبير من الوعي وده دور الدراما أنا شايف أن العقدون السندي مقدم رسالة كبيرة قوي أنت شايف أنه اللي أنت يعني وتحديدا للشباب الشباب اللي هو يعني ممكن يضحك عليه وممكن يتوه في الحياة وممكن الحياة تاخده بسبب الظروف أهلا حاجة في العقدون هو مش مستوصل وقتي يعني مش مستوصل رمضاني فقط تمام؟ العقدون هيتشاف وكل ما هيتشاف الناس هتحبه فيه خطوط دراما فيه علاقات إنسانية أنت شايف الظابط وهو بيتعامل بشكل إنساني طول الوقت يعني هنا المشاهد مثلا أنتو بتتدربوا وبعدين بيخلق روح حميمية بينك وبينك ده المشاهد اللي قال لي فيه أنا عايزك في داعش آه قال لي وإحنا عاديين بناكل وإنتو بتاكلوا آه أنا قصدي فكرة حتى ببساطة التناول لدوجة إن علاق فهم إن هو بيهزر تمام؟ بعد ما عمله كل التستات هنا كان بيقولك أنت هتروح داعش وشفنا الخضل على وشك آه فهم إن هو بيهزر لأول فعلاق مش بيهزر أنا بتكلم جد آه صعبة 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 جدا فإن أنت الصعوبة دي تعرف تتبسطها هترصل لأكبر كم من الأجيال وده اللي إحنا محتاجينه زي ما حالك بتقولي هو ده دور الدراما فدي ميزة العائدون هيفضل عايش معانا وشفنا بعض رمضان هنبسط مين اللي كان مسر على إن التفاصيل كلها يبقى فيها الشكل الإنساني؟ أولا في التعامل معك في الحوار المكتوب يعني كتير جدا كان بيقولك أمير كرارة لو مش عايز تكمل قلنا حنرجعت مصر لو مش هتقدر قول لو أنت مش قدها قول يعني ما كانش فيه فرد وكان فيه المهم أنت كإنسان يتطمنه عليك الأول ده بيأكد نفس الخطة بقول حضرك عليه أنه العلاقة الإنسانية اللي نشأت ما بينه عليك وعمر خليته طول الوقت ما تطمن بقى فيه الصديقي الأمين بقى فيه أخ أكبر بقى فيه حد هو مسنود عليه الشباب محتاج ده طبعا 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 وخصول الشباب بتعليمون دول والشباب بتعليمون دول الشباب اللي هو بقت كل حاجة في حياته ليه علاقة بالتكنولوجيا ما بقاش مستني يوم الشباب دولتا ما عندوش شوق إن هو يقعد يعمل بحث لا ما عندوش كمان إنه ما عندوش بقت إنه يعمل حوار طبعا إنه يسمع لأنه أحيانا مثلا تيجي تقول له فهو يقول رأيه اللي هو مكونه بقى من سوشيال ميديا من قعدة من خبر هنا من خبر هنا من غير ما يبقى داخل يعني عندو عقيدة جواه إن أنت توصل كل ده إن الولد ده يوصل للقناة إنه هو عنده سهل يروح يضحي بنفسه وهو عارف إنه هو يروح يضحي بنفسه المكلمته لأمه ومكلمته الحبيبته هو بيخلي نفسه من أي حاجة عشان رايح يضحي بنفسه دائما مش سهل ييجي لأي حد طبعا طبعا مش سهل يجي لأي حد على مستوى بقى بتقول له هنا بقى المجاهد دي اللي احنا بنشوفه على الشاشة دي بداية بقى المرحلة التانية اللي أنت مع داعش وبتروح بقى للأماكن الغريبة اللي بيروحوها والحياة وكمان هنا فرصة الشباب بيبقوا متخيلين إنهما الناس اللي بتبحث عن الخلافة هي كلها أماكن لحروب وبقر ويعني ما فيهاش أي حياة ويعني ما فيهاش دين حتى ولا أي حاجة هو بيربي جيش مقاتل بشكل تاني أعصابات شوارع بس بشكل منظمة دايما اللي ينعم فيها كل ما هم كل ما هم كبار واللي بيطلع عينه فيها كل الشباب الصغير صحيح للأسف بيتعاملوا عاملهم مع ساكت شترنج كانت الصعوبة هنا شوية إن انت تحاول ما تباينش دي كتت حتة صعبة جدا أصلا بالنسبة لي انت بقى كممثل انت بقى كنت متلخبط بقى أنا هعمل إيه في الحتة دي طب كذا أو كذا فيقول لي ما ينفعش يبان عليك وفتكر كلام اللي كان فعلا بيتقال عمر كان بيقضي يقول له خلي بالك لو بان عليك فبايت أزمة وما تتطمنش لأين ممكن يبقى اللي بيتكلمك ده جاسورس وانت حتى الولد ده كنت متعاطف معه بس ما كنتش متطمن بقى لأين كنتش فاهم هو جاي يقول كده بس بجس نبضي عشان يقول له جوايا تطمني بقى حلقة مبارح خلينا أقول مشاهدين حلقة مبارح المفروض إن هو مع داعش وسياف بقى اللي هو الأمير بقى بدخل في اللحظة الحسنية بدخل وأخذ التليفون السورية فهتقول لي أنا بقى تحت الهواء أقولك تحت الهواء بحيد على الهواء بس في الحلقة دي هي فكرة بلده فكرة البطولة أنا كنت شايفة برده إن أنتوا رسمين شخصية الشخصية المصرية دايما شخصية واثقة من نفسها يعني أنت حتى مش خايف من سياف قوي مش قاعد مراعوش في الخيمة يعني سيباين في مشاهد النهاردة سيباين في مشاهد النهاردة أنه خايف أو لا سنياً أنه كان فيه جملة بسيطة جداً في الحوار رجع تليفون السورية فقال له لا لو رجعته مش عرف يوصل لك تاني قال له في خطر عليك هو مش فارق معاه يعني هو وصل في اللحظة كان عنده اختيار يقيم ما يستنى عشان يخاف على نفسه أو يطلع المعلومة عشان ينقذ العملية اللي هتتم في مصر يعني هو ده الهدف أن أنت توصل في اللحظة زي ما كنا زمان كده في النقابات كلها وفي كل الأماكن عندنا مساق شرف واللي بنقعد نقوله كلمة شرف بالضبط إحنا المصريين عندنا ده ما بنحب بلدنا بكلمة شرف أن أنت عارف توصله من خلال شاب فنان علاء منتير ومصور ومخرج أن أنت توصله من خلال ده أعلامية زي حالتنا كده طبعاً فأن أنت توصله من خلال ده ده هدف عظيم هدف نبيل نتمنى نشوفه كتير في الدراما ده يخليني أسألك إيه الفرق بين العائدون وأي عمل تاني مخابراتي بيقدم إيه الفرق مش فكرة الفرق فكرة أن أنت هنا عندك خط واضح أنت ماشي وراه وفيه علاقات إنسانية مش شكل أرشيفي يعني يمكن شوية أن أقدر أقولي أن الاختيار فيه جزء وصائقي جداً واضح أي عمل تاني بيتكلم عن داعش بشكل عام وأنا مبسوط من فكرة أن إحنا طول وقت عمالين بالربد ده فرق معنا بنتك كبيرة بتسألني مين داعش؟ فعاد بشرح لها أي طب إزاي بيتكلم بإسم ربنا وهو بيامل حاجات عكس اللي بيقولها طبعاً فأنا مبسوط أن أنت عمال تدخل وعيداً يعني فيه جيل سؤاير بدأ يستوع عمال تدخله أحداث قريبة وعمال تشرح لها يعني إيه كنبيلة بتتسابه يعني بس كمان هقولك العائدون كمان فيه جزء وثائقي لأنه مثلاً زي لما عملوا يعني أبطاله يعني قتل المعارض اللي كان موجود وراحوا أبطاله يعني هذه المهمة والحادثة اللي حصلت عند معد الأوراق والصحافة العالمية أنا قصدي تقديمه أنا قصدي تقديمه مش بشكل وثائقي ما تقدم بشكل درامي عادي جداً بس الأحداث ستحضبر أكتر من 50% منها حقيقة الأحداث التانية أنت عمال تكشف الشكل الدعيشي أنت ده محتاج تكشفه لأن كل من هم مش عايزة أقول داعش بس أي حد بتجرد بإسم الدين فهو مؤذي فأنت عندما تحاول توصل ده لجيل تاني التكنولوجيا مؤثر عليه ولادك دايب هم عارفين أنت بطل وشايفين أن داعش يعني حيفهمه أكتر وهشرحه لجيل زيهم بيبصوا لها إزاي يعني شايفين سيافة اللي بيقلع بيخب وشه و بيرجع و بيشوفينه بيخافها و أقلعوا حاسبوني ليحاسبوني إزاي تعمل كده و إزاي ما تعملش كده حتى في المسلسل ده أو غير لو ما بيجي فشاية تانية أوقات يعني نادرة أنا ما بطلع الشرير بس ما بطلع الشرير بناتي بيقعدوا يحاكموني إزاي تعمل وتسوي و إنت عمال تقولي يعمل كذا كذا فبقعد على قد ما قدر أقرب لها بس أنا بسطت استنادي بفكرة أن في أكتر من المسلسل بيناقش فكرة تجار الدين سهل لي أنا كتير كأب سهل لي كتير جدا إيه أكتر الأسئلة اللي البنات سألوها؟ ليه طول وقت لابس خمار و ليه بتعمل كذا و زي بتلبس خمار و بتدخل و ليه بيجلدوا الناس و ليه بيتبحوهم و زي بيقول ربنا و زي عمال يقتل في الناس الدراما هنا ممكن تبقى مع الجيل ده أسرع بكتير من أي حاجة تانية طبعا مفتكر بقى كل مسلسلاتنا القديمة العائلة و غيرها و غيرها و غيرها أنا تربيت على وعي دهات من خلال المسرح و التلفزيون فأتمنى الشكل ده يرجع تاني و الحمد لله إنه بدأ يبقى فيه تنوع السنة دي أهم موزيات رمضان من وجهة نظر الشخصية إنه فيه تنوع عندنا المسلسلات الكوميدي اللطيفة جدا صحيح عندنا الشكل السياسي أو المخابراتي بشكل كبير الوطني و عندك الاجتماعي و عندك الفلسفي و عندك اللي فيه وجدان عندك كذا حاجة أنا شايف إن ده مفيد جدا إيه أكثر مشهد أنا ممكن تقولي عليه ماستر سين لحد حلقة النهاردة لأنه أنت لسه قدامنا كم حلقة نحن بنتكلم لحد الحلقة السبعة و عشرين النهاردة أين هنالسبعة و عشرية؟ لحد الحلقة النهاردة إيه أكثر من المشهد يعني مشهد النهاردة مهمة جدا أنا و سيف ده اللي هو يعني إنتظرينه كلنا و مشهد بسيط جدا أنا و عمر و إحنا في الشارع قبل ما أعرف أنه هو الضابط مصر و إنه هو الراجل جايلي عن طريق وعايز شغني معي فهو بيقول لي ارجع مصر أنا باشتكيله من القناة ومن شغلي في القناة كنت واقفين على مياه على كرنيش فهو عمال بيتناقش معي فده اللحظة الوحيدة اللي الولد ده قال فيها واجعه والتاني حبه وعرف في يقوله وده اللحظة بعدها ان عمر تأكد انه علاق ينفع يصلح الشاب بيحب يعني يسمح له بالتفريغ كل الناس بس الشاب على انه عنده قدرات كتيرة جدا ساعات بتبقى كتيرة ومتلخبطة فبيحب برده فكرة ان فيه ودن بتسمعه وبالنسبة لي في الفترة دي كمان اهم في زمن السوشال ميديا وزمن التكنولوجيا الرهيب ما بقاش فيه كلام كتير فانه بتلاقي حد يقعد يسمعك والمسلسل او شخصية علاقة فرقوا معايا فكرة ان الغربة مش جايما بتكسب بالعكس دي اجمل حاجة الوقت جميل معاك واكيد لما تنتهي المسلسل يبقى لنا كلام كتير انا بحقيك على الدور بنحقيك على مسلسل دور جميل وانتو بتقدموا الحقيقة فريق عمل كله اجمل من بعضه انت دايما مميز وتم تصعيدك بشكل جديد في عمل جديد في رمضان بشكرك جدا محمد عادل ودايما للامام ونتمنى انت فضل موجود في المسلسل مش هنحرق اي حاجة وخليني اقول حاجة كده قبل ما نسيب محمد عادل جملة عجبتني قوي قالها لك اعتقد امير قرارة قالك ممكن يبقى فيه مشاكل في البلد بس تعالوا تعالوا نحلها وبلاش نهدها بالضبط دي كانت من اجمل الجملة طبعا الحوار طبعا وده اللي بيحصل في بيوتنا كلنا اوقات بننفر من بيوتنا بس فعلا مش هنفع نهد البيت بنحاول نحلها طول الوقت ايه الجملة اللي ممكن تقولها لأي شاب مش عايز يعود عشان يبقى عائدون زيك مالكش غير اللي منك مالكش غير اهلك اهلك دولة مش وده جملة بتتقال بعد شوية في الحوار الاهل الاهل مش باباك ومامتك بس الاهل جرينك شرعك نفس بلدك الامان اللي انت فيك نفس بلدك دي حلوة الفنان محمد عادل بشكرك والف مبروك على المسلسل العائدون مكمل معيكم ولسه الحلقات مكملة معانا ولسه شاشة رمضان بتعرض لنا متعة بصرية ومتعة إخراجية ومتعة في الكتابة واكيد متعة في التمثيل واحد منه جميلة نورنا في التسعة اما انا فألقاكم بإذن الله بعد اجازة العيد كل عام وانتم بألف خير اشتركوا في القناة